اشتركوا في القناة بجبل لبنان بشكل أدق مصدر للنهار بقول اليوم أن وعود السياسيين والأحزاب ذهبت سودان حتى الساعة لأن لا نيات جدية تقابلها وأفاد مصدر أن اقتراح تستير النفايات إلى سوريا مقابل 100 دولار للطن قوبل بإيجابية من كل الأطراف بعد موافق دمشق على استيراد ألف طن يوميا بمقابل 100 ألف دولار تحتاج إليها الخزينة هناك من العملات الصعبة ولكن كلمة سر سياسية لبنانية عطلت الابتراح مقابل رفض شريحة مقابلة المضيب الترفيعات العسكرية والتشريع ما أبقى الأزمة قائمة اليوم موضوع النفايات هل هو مربوط بالموضوع السياسي أم أن خلفية تقنية ما حد تعطله يعني هو سياسي وتقني يعني المطلوب مكب في البقاع نعم ما عم يتساعد الوزير مثل ما لازم شو عم ينعطى حجج عم ينعطى حجج أنه جيولوجيا ما بيمشي الحال بده يكون يعني هذا السطح السطح المكب بيكون تحته في مصادر مياه جوفية مؤثرة على مستوى الجيولوجي ما مش الحال لحد هلأ جزء منه سياسي لأنه لازم يأمنوا محل بالبقاع لأنه بحد زيته البقاع وزحليه ما هي عنده نفاياته بعد عن أنه كمان أهل البقاع سكنين بالعاصمة يخد بعد مذهب هالموضوع يلي مثلا كل المناطق سكنين بالعاصمة يخد بعد مذهب يسن الشيعي هالموضوع يعني عم يحكوا أنه نوة بالمستقبل ما رح يقبل ويفتحوا مطمر سرار إذا ما نفتح مطمر بالمناطق الشيعية هل صحيح هالكلام؟ لا بيسوي يكون صحيح أنه ما حدا بدي يحط زبالة الآخر عنده بدي كل منطقة بشكل عام نعم يحط زبالتها أو نفاياتها عندها وإضافة عليها العاصمة هي من كل المناطق يعني أهالي عكار سكنين بالعاصمة بدو يتحملوا قصم من نفايات العاصمة أهالي اللي بقاها سكنين بالعاصمة بدو يتحملوا قصم من نفايات العاصمة وأهالي جنوب سكنين بالعاصمة بدو يتحملوا لهذا السبب ما فينا نقول مذهبية إنما نحن اللي عايشين هذا الجو باللبنين نعم هل صحيح أيضا؟ في عدم تسهيل من حزب الله على الأول كان فيه تسهيل اللي منصار فيه خلاف سياسي وخطاب لوزير الداخلية الخطاب لوزير الداخلية أثر بتأخير هذا تنفيذ هذا الملاب بس النفايات أستاذ فادي ما عم بتميز بين مناصر لحزب الله يعني زعج الجميع مية بالمية خلينا نقول في بعض البلديات في بعض المناطق وسوكلين عم تلم وهي عم تحيدون في بعض المناطق ما زالت في لبنان نظيفة في بعض المناطق ترزح تحت النفايات حقيقة كارسية هل صحيح كمان أنه الموقع اللي اقترح بالبقعة الشمالة هو حساس أمنيا لحزب الله ومن أجل ذلك رفضه يعني هيدا خصوصيا الحزب الله ما حدا بيقدر يعرفها كمعلومات مظبوطة نعم إنما واجب عليهم يأمنوا مكب يأما يمين خط الشام أما شمال خط الشام بالسلسل الشرقية رجع يمترح موضوع أما يأثروا هني على يعني تصديرهم إلى السلسل الشرقية باتجاه يعني ميلة ميلة سوريا وعندهم مكباتهم وفي فيه احتمال إنما بدوا يساعدوا عن حق وحايا اتنين بدأ قرار تنفيذة تنفيذة من مجلس الوزراء من رئيس السلام لو بالقوة يعني شو ما يكون أكيد بالقوة بالقوة وبغير القوة في قرار مجلس وزراء في وزارة الداخلية في الجيش اللبناني فهذا قرار عام أصبحت النفايات هايدي بتخص كل لبناني نعم وهيدي أزمة وطنية وريزون ديتها بدوا يتنفذ مش عم نقول نحنا يقتلوا العالم ويكسروا العالم إنما لازم ينفسه خلاص عندهم يعني عندهم إذا بدك خطط استباقية عندهم عندهم معلوماتهم عندهم يعني استيعاب الناس بشكل أو بآخر موضوع بتستير مطروح مثل ما هلأ كتبت النهار إنه لسوريا بمئة دولار التون مثلا مثلا مطروح عرفت لأكيد من قبل مطروح من قبل مطروح من قبل مطروح بس لأنه بسوريا في حرب أصلا الزبداني كانت حرب الزبداني قائمة كان هيدا الاحتمال ضعيف لأن هي المنطقة ما قبل الزبداني جريدة الديار بتقول تهديدات سلام بالاستقال على خلفية هذا الملف لم تلقى آذان صاغية وأكدت مصادر سلام أنه اتفق مع الوزير الشهي بإعطاء مهلي حتى الخميس إذا جاءت الردود إيجابية كان خيرا وإذا كانت سلبية سأقول للبنانيين يا رب أشهد أنني بلغت بس مش مطلوب يستقيل مطلوب يكون رئيس وزراء وينفذ بال بالعدل عنده إيها بعدة الشغل عنده إيها لا للحقيقة في اللجنة المرأسة وزير الزراعة الوزير أكرم شايب عملوا شغل بده يعني مجلس الوزراء ياخد قرار وينفذ بده يجتمع يعني وظيفة مجلس الوزراء يعني هيدا الهيئة التنفيذية للبلد بده يجتمع بده يجتمع مجلس الوزراء ما العماد عون حاتت شارت ما يجي العماد عون مين ما بده وحزب الله بده يجي بيجي ما يجي ما يجي بيكملوا شغلهم بده يعملوا شغلهم بده يأمنوا شغلهم بالبلد ما يجوا بعدنا بعد تبوير الزوايا وحلمسة ما يجوا ما يجوا على الاجتماع إنما مجلس الوزراء اللي ما بدي يكون إذا بدك النصاب مؤمن فيه الرئيس بره موجود داخل مجلس الوزراء خلص مؤمنة تمثيل الشيعي بالزبط كل التمثيل لماذا رئي السلام متردد أنه يعقود جلسة إذا ما للحقيقة أصبح بالدائرة السلبية الرئيس السلام عم بضعف مجلس الوزراء عارفين أنه نحنا ما عنده المجلس الوزراء القدرة الكاملة لأن ما عنده القدرة الكاملة بدي يكون رجل تنفيذة لعله خايف من تدعيات ما فيه تدعيات شو بدي يكون فيه تدعيات أكتر من هيك كل العالم خايف السيد حسن معركته بره كل جماعته بره بده السطرة بلبنين بده حالة الأمين بلبنين بشكل أو بآخر عبره النوام عنده أنه الحفاظ على لبنين بالحد الأدنى لعله عنده تناخد الحفاظ على لبنين وتهوير لبنين بحروبه بل كل رئيس سلام بهالطريقة يريد أن يدفع نحو انتخاب رئيس أنه إذا صار الفراغ الشامل هيك بيضطروا اللبنانيين أنه أنه يفصلوا لبنين على الخارج نحن نقول نحن شلنا النفايات شو خص النفايات بالرئاسة يعني رح يصفي ملف النفايات ملف رئاسة يعني مش مش هيدا الواقع الواقع هو يعني تأمين أمور الناس هيدا أولوية مجلس المزرع إجا تأمن أمور الناس عارفين نحن إجا لشهرين يعني لفترة انتخاب رئيس الجمهورية أكيد اليوم عطل فترة انتخاب رئيس الجمهورية من قبل جنرال عون من قبل حزب الله إنما في أمور الناس هيدا واجب لمجلس الوزراء واجب لرئيس مجلس الوزراء أنه يكون تنفيذي وصاحب قرار ومقدام هالموضوع رح يكون موضوع على طاولة الحوار الوطني يوم التنين حتى قبل قصة مواصفات الرئيس جلسة الحوار يلي قالت مصادر اللواء إنها جلسة لابد منها ستنعقد لا تثمر ولا تغني عن جوع بظل عدم مشاركة أربع شخصيات على الأقل أبرزن الرئيس السانيورة لأنه مسافر ونواب ميشيل عون بطرس حرب وربما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي لم يتخذ قرارا قاطعا بعد رح يشارك الشيخ سامي بجلسة التنين يعني على طول الشيخ سامي بده اجتماعات مجدية مع كل حال مشهدية الحوار نحنا جيدة بالنسبة لنا نحن حواريون نعم الشيخ سامي داعم طولة الحوار إنما بهمه نتائج الشيخ سامي خلينا نقول هذه المشهدية هي عم بتفرمل إذا بدك يعني الانفجار داخل البلد يعني مساعد لتفرمل الانفجارات يعني مشهدية جيدة لأن البلد مقسوم أكتر من عمودي على المستوى السياسي والأمني إذا بدك أكتر أكتر اليوم قالت اللواء إنه شيخ سامي سيلتقي النائب اللي ماروني ليشوف إذا بيكلفه بتمثيله بالجلسة إذا أرر عدم الحضور يعني بعد ما في أراد إذا كل حدا بده يكلف بده يكلف شيخ سامي أصبح زعيما متقدما نعم بده في يعني فيه صف الأول وفي نحنا ملكتدة بس إذا على مستوى صف الأول وما في نتيج فكيف على سفر سفر كمان الشيخ سامي يمكن يكون عنده صفر على سفرة سريعة طيب إذا على مستوى الصف الأول وما في نتيج فكيف على المستويات الأخرى شو مبرر استمرار الحوار الحوار هو فرملت المشاكل الكبيرة الموجودة على الانقسامات الداخلية يعني لبنان عم يندار من خلال العنوان الكارثة الحرب السنة والشيعة في لبنان والمصالح الإيرانية في لبنان ويعني بيبلشوا الألف باب بيهجموا مبارح سيد حسن على السعودية يلي هي يعني كارثة بالنسبة للبنانية وهي دي حقيقة يعني ما يعني بيرتح لأغلبية الشعب اللبناني من كل الطوايق هذا بالنسبة لجلسة الحوار ماذا عن الجلسة التشرعية يعني اليوم كمان جريدة اللواء تشير لشكوك تحيط بجلسة الحوار الثاني وأيضا تأرجح باحتمال انعقاد جلسة تشرعية بسبب المزايدة المسيحية بالنسبة لتشريع الضرورة تشير اللواء تحديدا إلى بقاء حزب الكتائب على موقف الرافض للتشريع بظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية أما العماد عون يشترط أن يكون قانون الانتخابات بند أول على جدول أعمال الجلسة ما راح تشيركم بالنسبة لألا بغض النظر نو 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 ما حرم لعنى وظيفة المجلس النيابي قال انتخاب رئيس طيب بس هلأ عم يقولوا ما بقى في معاشات لموظفي الكتائع العام بتشرين تلك ما يعني ما يعني نتعامل مع الدستور اللبناني من الآل الشيخ سامي كأنه ما مساح لا الدستور اللبناني مقدس بالنسبة لألا هلأ منطوروا منطوروا بعدين على المستوى التوافق للبناني ولكن إذا كان انتخاب الرئيس غير متاح يعني فيه هبات ومساعدات راح تروح على لبنان فيه وظيفة للمجلس النيابي هو انتخاب الرئيس الجمهورية إذا بدنا ناخد البلد بغير محل يعني غيرنا وجه البلد البلد اليوم من غير الرئيس هلأ فيه عطول تشريع ضرورة ليش دخلك وقت الرئيس رئيس مجلس النواب الرئيس بري سنة ونص سنت 2007 مضبوط أو لا سنة ونص وقف وخيام بالأرض سنة ونص ما فتح المجلس المعشر بلاش ما كان في ضرورة بالوقت كان فيه هبايت وكان فيه وكان فيه كان فيه رئيس جمهورية عرسي وعيني لو فيه رئيس جمهورية موقف المجلس يعني موقف التشريع نعم نفس المشهدية يعني لمن كان بده الرئيس بري يوقف المجلس وقف المجلس سنة ونص هلأ بتقليلي أمور الناس أولوية نعم خلي مجلس الوزراء يعمل شغله خلي مجلس الوزراء يعمل شغله بعدين مثلا نحن البنك الدولي بيدين بالفايدة ما فيه ولا بند هبات ما فيه هبات يعني زيادة الدين عنا كلها ودي زيادة الدين بتقليلي ست بصري أساسي بقيمة 474 مليون دولار اي نحن بهمنا هيدا ست بصري انما كمان بينتظر بعدين فيه كمان سمعنا تصريح من البنك الدولي انه ما فيه خطر للتعامل مع لبنان بموضوع تأخير موضوع القرود والهبات المقدمة من البنوك كان البنوك الاسلامية او البنك الدولي عارفين مين خاطف البلد وعارفين انه تركين البلد من غير رئيس الجمهورية يعني هذا تهويل بغير محله بعدين على مستوى وزارة المال فيه عنا الاحتياط المالي ومصرف لبنان ما فيه هذا تهويل شو يعني مثل ما قال الوزير ألان حكيم للجمهورية فيه حلول تبتكر دائما لحل الموضوع ضمن الاحتياط المالي عنده الاحتياط المالي يدفع للقطاع العام ساعة البدو لشهر 12 انما بس خلينا نقول شغلة نعم نحنا بالانفاق عبزيد على الخمسة عشر مليار أم تبيبلش يحس فيهم سنوة أم تبيحس فيهم بأيلول اخر ايلول بتشرين يعني اخر شهرين من السنة بكون انفاق المويزنة تنقل المويزنة بكون صار الانفاق 12 مليار دولار 13 مليار دولار مدخيل الدولة 10 مليار دولار ببلش يصير يقرب للخمسة عشر يعني الاحتياط ببلش ينقص عنده الوزارات بتطلب الأشغال بدأ ما صاره صرفت أموالها بأول ستة شهر أو أول تسعة شهر بعد فيه يعني اخر ثلاثة شهر بكونوا صعبين اليوم بعد أننا احنا شهرين لأخر السنة فيه عنده ديئة وزير المالية وأصلا هو يعني عم يتقشف يعني ويخلي الإدارات عم يتقشف لأنه يخفف الانفاق المالي وهيدي شغلة جيدة وعب يعمل وظيفته يعني هو شاطر وهمه الهم المالي اليوم وزير المال من كتلة الرئيس بره الهم المالي الاقتصادي عند الرئيس بره بس الهم المالي مش من هون بده يجيبه الهم المالي بده يقول لحزب الله انضبط تم التحييد لبنان رجع جيشك على لبنان ننتخب نزال ننتخب رئيس الجمهورية سهل الاقتصاد يعني نحن عم مثل الانسان اللي بيمسك دينته الشمال بيده اليمين لا الرئيس بره بده يقنع الجنرال عونيا اللي عم بيعطله البلد هو وحزبه الله أكتر من هيك أكتر مش عم ينزلوا على المجلس ينتخبه رئيس اخد الشعب اللبناني حياتل بسوريا نزع خرب وجه لبنان المشهدية اللي شفنيها شو هي مبارح هيدا مشهد لبنان الجيش اللي عنده يا حزب الله الجيش الشيعي الكامل يعني اذا بدك كل كل الشعب اللي موجود عنده يعني عامل تقسيم بلبنان بتشوف هيدا مشهد شيعي بتشوف الاخر مشهد سنة للأسف ما كان بحياته لبنان هيك يعني عندما يساعد السيد حسن ويجيش ويعسكر الناس على المستوى السياسي ويعني تدعياته الداخلية وعلى المستوى اذا بدك استراتيجي والدولي والإقليمي اصبح لاعب داخل الجوة يعني صار حليف روسية صار حليف روسية بقتال عم يذكرنا بسلاح الدين بقتال بحلب والموضوع هو قتل الشعب السوري بعد الفاصل رئاسة الجمهورية هل ممكن مجلس الأمن يتدخل لفرض انتخاب رئيس وفقا للقرار سبعة عشر سفر واحد وموضوع الحراك المدني كيف تقرأ استاذ فالي يعني سبعة عشر سفر واحد بالقسم الثالث بالقسم الثالث بعد ما نتوقف مع هذا الفاصل لحظات وانت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر